اهلا بكم من جديد كل ما الاعداد يجيب لي حاجة اقولهم يوه والموضوع ده بخلصش يعني عاملين نتكلم في شكوى خاصة بدوري 2003 وان فيه لعيب غير يعني مشاركته غير قانونية مش خلصنا من القصة دي الاقي فيه جديد ولاقي فيه موضوع وفيه موضوع لدرجة ان انا سمعت كمان ان الموضوع راح النيابة وقصر يودي النيابة وطلعت معاه حق واتحاد الكورة نفسه قال انه مشاركته صحيحة وان الاهل بطلا للبطولة ثم انا اكتشف يابة الموضوع حاجة تانية خالص قصة مع الزمالك والاهلي وحمد فتحي فجأة بقى الامبي ليه فلوس عند الاهلي الحمد فتحي فجأة مصطفى شالبي وقصته اهلي ولا زمالك ياخد الفلوس الاكتر دون اعتبار للجامهريد ده او جامهريد ده احمد عيد البكرايتل وقصته فيدخل تصدام مع الزمالك ومع الماصر دائما نادي امبي وبعدين قلنا بقى نخلص منه وامبي هينزل درجة تانية ولا بتاعنا بص الامبي بقى لعيبة ثم ينافسه مربع زهبي وبعدين هو كمان لما داخل مربع الزهبي اصبح مهيئ ومؤهل يشارك في افريقيا فيتلاقي يقولك لا انت مواجهات مباشرة لا مش مواجهة مباشرة دي مواجهة واحدة فلسه التانية موضوعات كثيرة جدا 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 اعتقد ان هتبقى مصار حديث مهم في هذه الفقرة برحب بضيفي ايمن بالشريعي بسال فل يا فل محمد بيم سال خير سعيد جدا اه انا اسعد ومنورنا ويعني اللقاء طال انت زاره دا شرف شرف كبير لي دا الله يخليك فاند منورنا ربنا يخليك فاند عمارة ان انا عاجبني الواسط بتاع مشاغب دا بس اه مشاغب في الحق اهم حاجة موضوع الحق دا عشان دا لا خالص مستحيل اه يما مش هجيبه ها يعني حكمة مضاع حقه وراءه مطالب انت دا اساس عندك اه يعني في رقابتي مهما طالس زمن اه في رقابتي خمسمائة خمسة وعشرين لعب مش هاضر خمسمائة خمسة وعشرين لعب انت من اول فرستيم كل القطاع يعني اه طبعا اه في رقابتي فهمش هاضر وبالمناسبة نادي امبي نادي كرة بس لا اه النادي امبي في كرة وفي سباحة ومتميز في تنس الطاولة متميز يعني نادي امبي يعني ممكن خلال موسم او موسمين هيبقى اه الوجه الاولى تقريبا وسط النوادي طبعا المحترمة اللي في مصر احنا وغدين بطولة افريقيا مرتين وثلاثين وغدين بطولة عربية مرتين وثلاثين ناشئين وشباب وكده ناشئين وشباب رجال وسيدات والله اه يعني متميزين جدا امبي كرة وسباحة كرة وسباحة كرة وسباحة دول التلات رياضات الموجودة في امبي اه دول مبدئيا اه طبعا هنبتدي نخش في الكرة النسائية اه وفقا للقواعد والاشتراطات اللي تعدل افريقي اه طبعا اه اوكي اه اه هو نادي امبي نادي في الاخر اه اه بتمتلكه شركة صح تمتلكه شركة امبي اه 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 وهي العمل بترولي شركة امبي اه هو في الاصل نادي اجتماعي يعني فيه اصهر بتروح هو ووسط للعملين في الشركة يعني اه طبعا طبعا عندنا انشطة اجتماعية للجماعة والجماعة المهمية عندنا تقريبا يعني 2300 يعني حركة الرئيس نادي بتعايل ولا بتنتخب لا بتنتخب بتنتخب اه يعني بترشح نفسك برشح نفسك جامعة المهمية بتاعت النادي وتنتخب المجلس القائم حاليا اه طبعا منتخب وفقا لخانون الرياضة 2017 يعني اه اوكي اه 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 انت حركة اصلا ما كانش لك علاقة بالرياضة خالص قبل ما اولي طلعها في دماغك بقى اه و اللهي구 اللهي مش عارفين مين الا حيوجاء علمين و مين بس هو اللي حصل ان انا يعني كلفت بتطوير جزء معين في النادي النشاطة الاجتماعي حركة اصلا مجالك بقى بتقولوا حاجات كده لا انا مجالي انا يعني دراست ادارة و اه كل مجالات الادارة سواء اه مصطة اصطيع جايناقص عملك اساسا قبل ترقص النادي اه كنت ماسك العلاقات الخارجية في شركة ام بي وكنت طبعا قبليها وزارة النقل مع المهندسان الضاحي وقبليها هيئة البترول مع المهندسان الضاحي برضو يعني ملكش علاقة خالص بالكورة والرياضة؟ خالص خالص كل علاقاتي إدارة شغلان التدارة ما كنتش مهتمة حتى بالكورة؟ خالص خالص مش من اهتماماتي لا لا مش من اهتماماتي خالص خالص؟ ولا تفتح ماتش كورة تعرف ما سبق كم يعني عايزة اقولك ان انا مش مشترك اصلا في القنوات القنوات وبينسبولت والدور المصري خالص خالص اه وعلى فكرة دي ميزة كبيرة جدا في رئيس نادي طب جت يعني اصلا ام في الاخر نادي الرياضي وفي الاصل كورة قدم يعني عرف في الوسط بتاعنا من اول ما ظهر نادي كورة ومه ادارة ناشيئين والموضوع كبير يعني اه بس هي شغلانة اصلا ادارة التواخدة بالنهاء الجانب اداري واداري لحتة طبعا نشوف الفيجن اللي موجودة وبنجيب الناس المتخصصة طب استعمال اكبر عليك لاناك مكنتش مهتمة بالكورة كنت ذاكرت كل الكلام دا؟ اه لأ اه ذاكرت شوية في قواعد اللوايح دي اللي تعبتني فترة ذاكرت زاكرت يعني اه طبعا وملا انا بطلع الكلام دا ليه جبت كل لوايح الكورة جبت كل لوايح الكورة ووصلت المرحلة ان انا بقارن يعني عايزة اقولك مثلا لايحة يعني بداية القصة ان لايحة البريمير ليج اه 352 ورقة جبت اللايحة البريمير ليج؟ اه مش عارف ان اعرف الناس دي بتفكر ازاي وكتجي اللايحة بتاعتنا احنا اه 58 ورقة فهما بيسموها الهومبوك حاطين فيها كل حاجة ذاكرتها بتاعت البريمير ليج؟ ايوه عشان اعرف مش لازم دكتا من بدري مستقص للحاجة عامر لا خالص والحاجة عامر هوا اللي بحط اللوايح عندنا هو اللي يعني القشطر عدل بص انا يعني انا ما كنتش اعرف طبعا الحاجة عامر بيه هو اللي بحط اللوايح ومش من المفترض ان رئيس لجنة المسابقات هو اللي يحط اللايحة لان هو اللي بيشتغل عليها الو هن حاجة عامر هو عضو مجلس قدارة هذه الكورة ومش رئيسه اه مشرف على لجنة المسابقات يعني هو اللي بيطبق اللايحة هو اللي بيشتغل عليها مش مفترض ان اللي بيعمل اللايحة هو اللي يشتغل ليه بقى تعارض مثلا؟ طبعاً يعني المفروض ان انا بعمله منول وهو يروح يشتغل عليها المفروض كده ليه؟ لان انا اللي بعمله المانول ابقانا المشرع فانا هقول له وجهة نظري فيها وهو أدوله ان ينفسها انما لما هو يعمله ويقول وجهة نظره يعرف بها ياخدها طبعاً محمد بيه في الإدارة يعني هو مش أي حد يعرف يعمل لايحة ومش أي حد يعرف اشتغل عليها وده باين باين بطريقة واضحة أنت مش عجبك الموديل بتاعنا؟ لا هو الموديل بتاعنا مش موجود أصلا عشان يعجبني أو ما عجبنيش ازاي؟ يا مش موجود يعني ايه مش موجود يعني القيمة بتاعته بص يا محمد بيه اللايحة بتتعمل مش علشان تمنع مخالفة هي بتتعمل عشان تعاقب على المخالفة وتحد منها فبيبقى ليها سيكونس يعني ليها تسلسل في العقوبة وليها تدرج في الفلوس المالية هو الأقوى أنك تعمل ليها تمنع المخالفة أصلا ما هو أمنع فيه ما هو على حسب قوة المخالفة وفقا لرؤية المنظومة يعني هقولك ايه مثلا نفترض مثلا فيه بلاد موضوع كسر الإشارة جريمة جريمة ما فيهش الزهار وفيه ناس كسر الإشارة طب ما تعملش كده تاني مخالف توفقا لرؤية المنظومة فاحنا عندنا هنا في مصر لازم نحدد الرؤية الأول علشان نحدد ايه الخطر وإيه اللي الخطورة وإيه البسيط وإيه المتوسط فعشان كده نتعرض للأزامات الرهيبة اللي موجودة ليه الناس عسى أن أنت دائم الصدام مع التحاد الكورة والحاجة عامر حسين تحديدا بص أنا 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 عايز أنا مبدئيا نحن مش عايزين نخش في أشخاص أنا ماليش علاقة بالحاجة عامر كلمتوش خالص لأ ماليش علاقة يعني ماليش علاقة ما تربطنيش بيه أي حاجة شخصية هو قال كده ما تربطنيش بيه أي حاجة شخصية يعني يعني حاجة عامر صرح قال لما سئل على اعتراضك على مشاركة أمبي في أفريقيا بالنظام الموجهات المباشرة قال لا دي موجود في اللايحة وإن الأستاذ أمن الشريعي بتكلم كده لأسباب شخصية أسباب شخصية؟ أه فعلا أه طلعوا لي يا جمال عنوان ده أسباب شخصية؟ طلعوا من على النتو هاتو والله بص يعني لأسباب شخصية بص يعني جرى العرف يعني معناه أن يبدو أنه هو فيه جرى العرف يعني أن أسباب شخصية أنه هو يبقى ليه هستري معا مبدئيا هو وهتهينا عشان أنا مش شايف عشان شاشة كبيرة كده كده هو قرهولي عامر حسين مطالبة أمبي بالمشاركة في الكون فدرالية أه قال لقاحة واضحة والشريعي لديها مشكلة شخصية اللائحة آه ده جزئين اللائحة واضحة آه واضحة يعني يعني مسألة أن أنه إن بما يشاركته المصري يشارك ده محسومة لا ده بتكلم اللائحة واضحة بصفة عامة يعني آه محسومة يعني والشريعي لديها مشكلة شخصية طيب يعني جرى العرف لما يبقى فيه مشكلة شخصية يعني فيه هستري بيني وبين مبدئيا أنا متأكد طبعا ما فيش هستري من ناحية الدراسة وده باين طبعا من شغل اللائحة يعني أنا قدرتي أنا شغلي يعني وظفتي أو دراستي إدارة فأكيد الحج عامل ما كانش دراسة أصلك من ناحية الدراسة يعني أنت أعلى منه لا لا مش أعلى منه لا لا يعني يعني ما اتفقناش في دراسة يعني ما التقناش في دراسة بس المعنى في المعنى في أنتو لا 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 يعني ما اتقابلناش في دراسة أنا إدارة إدارة أعمال ومعتقدش أن الحج عامل إدارة أعمال يعني ده حاجات بتبقى واضحة يعني واضحة عشان يعني انت اللايحة اللوايح بتاعتنا محاسساك ان هي مش بالعمق وبالكورة طبعا 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 ده ده ازاي ما بيقوله عندنا في الكلية ولد في اول سكشن ماناجمنت يعرف ان الموضوع بيت الادارة دي زي الجراحة زي الكورة عندكو برضو وزي اي شغلانة شغلانة والله شغلانة شغلانة كبيرة وفيها سنس وفيها لقطة موضوع يعني مش حاجة سهلة يعني واعتقد يعني حتى فرق العمر مش موجود واهتماماته بالكورة انا مش مهتمة بالكورة فالحاجة الوحيدة للشخصية اللي انا هو بقول فيه حاجة مشكلة شخصية بينه وبينه يعني انا الحاجة عامل كلمني مرة واحدة مرة واحدة بس مرة واحدة دي المرة واحدة اللي بينكو اه والله لم يحدث ايد سرغل مرة واحدة لا مرة واحدة والله كلمني مرة واحدة يمكن من 10 تشهر من 11 شهر وكان طالب ان انا ايد ولد عندي في قطاع الناشئين موليد 2011 في امبي في امبي اه حد يعني اه ممكن معرفة يعني العلاقات العادية مفيش حاجة ماتتشوفوه انا اتجربوه كويس ايدو يعني اه وانا لما سألت لقيت ان الولد كان عندنا واحنا مشينا لانه كورة بتاعته مش مش مستوى امبي مش مناسبة ليكو اه اتكلمنا تاني قالك لأ طب يعني شوفو طب اصل ظروفو مش عارف يعني كحاجة ممكن تكون انسانية اه لقيت بابا او حد بيكلمني قال لي لأ انت تاني يوم لقيته بيكلمني يقول لي انت بخدش تعلمات من الحج عامر بتقول لا 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 ما بخدش تعلمات من الحج عامر طبعا وكلمت الحج عامر هو راح مكلمه زعل ما عرفش زعل من ايه اللي زعل الحج عامر ان انا قلت يعني كلمتين دول للراجل طبعا صرت جدا عن الراجل لان كان كلام لا يليق ان يقوله ليه ومعرفش هو جاب الاحساس ده من ايه ده ولد الولد اه اه يعني بقى الموضوع مستغرب جدا يعني فكرة مستغربة جدا يعني اه وحاولت اكلمه يعني حتى مردش وبعدين عرفت بعد كده انه غاضب كلم مدير الكورة عندي وكلم رئيس قطاع النشئين وقال له ازاي رئيس النادي ما ياخدش الولد ومش عارف ايه قلت له لا 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 الولد ما الولد مستوى مش هينفع كلير ان سيمبل ومش متخيل انا مش متخيل انا معرفش يعني انا بتوقع صحيح دي الحاجة الوحيدة اللي تبيني بالحاج عامر فازا كانت دي المشكلة الشخصية اه لا انا ازا كنت هجيب الحق والناس هتفتكروا مشكلة شخصية فانا يشرفني مشكلة الشخصية قدام حق الناس لا ده حقوق انا عندي في القايمة 35 لاعب بيجوا لا عندي وسطة ولا عندي بتاع انا ده انا حتى معرفش الكورة الفكرة ايه انا في لجنة فاني بتشوف ده كويس بتقولك ده كويس ده وحش خلاص انا على فكرة انا في ناس بتكلمك بس في والد بتاعت عليك رئيس نادي مش لازم الحاجة عامر ليك علاقات حالي بيكلمك رئيس نادي انا انا ليه معنا على الفكرة انا انسان ليه قرائب وليه أصحاب طبعا ولا حاجة خالص شوفه بتدين فرصة ان يتشاف طبعا يتشاف يعني تهتم اكتر منك تشوفه اكتر يعني لا اهتم اكتر يتشاف ويتقابل مؤابلة كويسة وبدل ما يتشاف يومين يتشاف خمسة يتشاف اسبوع انما قرار فني انا لو الموهبة لا تليق بامبي خلاص لا لا ولا اتدخل فيه ولا وعلى فكرة ولو تدخل وانت افتصق في الناس اللي معاك فنيا والله انا يعني اللي انا شفته في امبل سنتين ونص دول ناس منضبطة ناس محترمة وباين من نتيجة قطاع الناشئين او يعني الكوالت اللي بيطلع احنا تقريبا اكبر نادي في مصر مطلعين الفريق الاول مطلعين 17 لعيب فيبقى دول ناس محترفة وناس منضبطة اللي بتصدروا اللي اندي الاخرى الكبير اه فاذا كانت دي الحاجة الشخصية والله ما فيه اي حاجة تانية واول مر اسمع ان يبقى كده يبقى كل المشاكل اللي عندي دي او يعني دايما يبقى نتيجة خلاف شخصي بقى انا معرفش انا قريتك لانه يعني مش عارف يعني كانت يعني مش عارف بس يعني وهو قال التصريح ده على فكرة ان المصري احق بالمشاركة في اذا التجأنا الى نتائج الدول الاولية لأ انا عرفت التصريح ده ان الحاجة عامر قال الكلام او من بدري قاله اه ثم انا قلت لأ وعدين استندت لي احمد دياب النائب احمد دياب في انه نفالك قالك لا احنا مقررناش والمضاء ده مش صحيح صحيح ثم قاله تاني الحاجة عامر انا ده تصريح تالي اه وقلت صحيح ده تصريح تالي له اه مش ان المصري حاجة عامر مصر ان المصري هو الاحق بالمشاركة في الكون فترة طيب بص يا محمد بيع عشان اريحك يعني اه انا انا جالي التصريح ده واخر مرة بعت على يعني تصريح مين انا ان انا نصحت الحاجة عامر انه يلجأ للعمل المؤسسي العمل المؤسسي اه بيريح في حاجات كتير اه ممكن يكون متأخر شوية او اجراءاته كبيرة انما بيدي لك نتيجة محددة يعني ايه عمل مؤسسي التحديد الاربع فرق بتوع الكون فدرالية اه بيطلع من ربطة الاندية بتوع دور الابطال وكون فدرالية اه طبعا ربطة الاندية وربطة الاندية بتبعته للاتحاد المصري عشان يخاطب به الكافة اللي بيقيم الاربع اندية دول وبيطلعوا دول بيطلعوا بقرار من مجلس ادارة الربطة ده اللي احنا تعلمناه في الورق ده اللايحة الحج عامر مش عوضه مجلس ادارة الربطة بس هو مشرف عالمسابقات مشرف عالمسابقات وحتى انا عرفت ان الحج عامر جزال ان انا قلت دي وظيف موظف موظف دي مش وحش على فكرة يعني ايه موظف يعني مشرف اه انما ما بياخدش قرار بس انت اظهرته اكي انه بياخد اجري لا 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 حج عامر طول عمره معلوماتي برضو انه ما بياخدش اجري بس على فكرة ده ملوش ماينفيش صفة الوظيفة معلش عشان بس يعني الوظيفة مش اجر الوظيفة طاية وزي ما حضرتك قلت مش ايب كلنا موظفين على فكرة بس ايه بقى كل واحد وظيفته محددة يعني يعني وظيفة الحج عامر في ربطة الاندية مختلف اختلاف تام عن وظيفته طبعا طبعا وضويته في مجلس ادارة الاتحاد هو من متخز القرار اوكي انما في ربطة الاندية هو من منفز القرار تفرق كتير فلا انا لما لقيت الحج عامر بيقول انت قصدك ان الحج عامر كان فيه تجاوز لصلاحياته بهذا التصريح في الربطة اه اللي اكد لي المعلومة او اللي اكد لي البيان بتاعي الصح ان انا تواصلت مع الناب احمد دياب هو طبعا زي ما قولت قبل كده صديق شخصي طبعا وكلمته في التليفون وبعتله مسج الصبح قال لي ايمن احنا مطلعناش قرار فلما رئيس مجلس ادارة ربطة الاندية بيقول لي احنا مطلعناش قرار والمشرف على ادارة المسابقات داخل ربطة الاندية يقول المصري يبقى هناك خلل داخل ربما يقول رأي مش قرار يعني اه ميقول رأي احنا كلنا من حقنا ميقول رأي بس هو مش رأي هو استند على ليحة اه ما هو تانبا هو انتم متعدلين مع المصري في النقاط احنا متعدلين مع المصري في النقاط صح بص يا محمد بيه بس علشان برضو الناس فهم المعلومة غلط انا ما عنديش مشكلة الانبي يطلع او المصري يطلع ومعنديش اه طبعا ومعنديش مشكلة بفكرة هو ده النظام وان كان عجبك على فكرة دين طريقة في الشغل وأنا رحب بيها ما عنديش مشكلة فيها خلص اه طبعا بس خلي بالك ميفعش تقول لي تتشتقل ما بين هو ده النظام وان كان عجبك وتقول لي لي دي اللايحة في حاجة يا فندم اللايحة بتاعت الترتيب والكلام بتاع الترتيب الدوري مفيهش قصم مواجهة انت مواجهات إج goddamn بس اترايح نفسينا وعشان برضو نأكد المعلومة الحاجة عامر زي ما عمل الالف والت دي بتاعت جمع لا لا ولا جمع تأليس لا لا انا هقولك على حاجة احلى من كده عشان اثبتلك عشان اثبتلك كلامي صح لايحة قطاع المشهين اللي عملها برضو الحاجة عامر دي اللايحة اللي قدامنا دي ايوه ايوه دي اللايحة دي 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 اللي خاصة بالترتيب دي الخاصة بالترتيب بس يعني دي فيه فيه لايحة تانية انا عايزة اوريها لك لايحة قطاع النشهين لايحة قطاع النشهين في الترتيب والهبوط مكتوب فيها المواجهة او المواجهات ووردينج ده معناها ايه ده معناها ان الشخص اللي اسس اللايحة يعلم جيدا انها ربما الفرق ما بين المواجهة والمواجهات عشان بس دي لايحة جينا في اللايحة بتاعت الدوري كدت المواجهات المواجهات فوحسمها مواجهات انا بقى ايه بقى انا بقى ايه بدل ما يحسمها مواجهات ربطة الاندية من حقها تختار المصري بس مش بالحقها دي لايحة الناشين البند اللي بقول مواجهة او مواجهات لا لا دي دي لايحة الدوري دي لايحة الدوري فيه لايحة لايحة فيها المواجهة او المواجهات هتلاقيها موجودة يعني خلاص يا شباب فيه بند فيه بند انا بسميه في اللايحة حق فيتو مادة 110 وقابليها الشطر اللي قابليها على طول من حق المشرف على دارة المسابقات هو عمل اللايحة وده العقل نفسه كده انه اذا لقى حاجة فيها لغط ومش بينه ياخد القرار ده حقه فيه عمل ايه بقى انا موافق انه يطلع المصري بس الحاجة عمل ايه بقى وفقا للمادة 110 اللي بتدينا الحق انه احنا ناخد القرار في حاجة فيها لغط المصري هيطلع كلير ان سيمبل ولا حاجة ولا ييفرق معاي انما ماينفعش ما تستانيتش البند هو قريدي مش بدي المصري الحق بس الحاجة اللي اهم من كده لو شفت اللايحة بتاعت فيه حاجة في المشاركة الافريقية مهمة جدا مهمة جدا انا ايه بقى انا هقول لحضر المشاركة في طورة افريقيا ايوه في حالة فيها هألفوا به ايوه اه دي بقى مهمة جدا في حاجة تانية بقى انا سمعت تصريح الحاجة عامر في احد القنوات وقال المصري هيطلع واذا لقينا في الاخر قبل ما يخلص الدوري ان فيه فرقة فرقة فيه فريق فارق نقاط وما فيش حد بحصله المصري مش هيطلع والفريق ده يطلع قاسف حاجة عامر ده لفي الليحة ولا حضرك تعرف تعمله مهم ليه بقى لان المادة مية وعشرة بتقول اذا الليحة ما غطتش مادة انما المادة متغطية بتاعت مشاركة افريقيا انا ممكن اقرها لك مشاركة لا لا انا من غير ما تقره اللي هنقول لحدك على حاجة اه طبعا بس مشاركة افريقيا ما فيش اللي علينا لنهاية الدوري للدور الاول فضل فان براك في حالة تحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد ارسال اسماء الاندية بعد انتهاء بطولة الدوري الممتازة طبيعي تمام ده ما يبقى طبيعي بيتم ارسال اصحاب المراكز الاولى من مصابة الدوري تبقى لما يقول اتحاد الافريقي بشكل عادل فرق المصري خلاص ده بعد الدوري ما بيخلص في حالة تحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد ارسال اسماء الاندية قبل انتهاء بطولة الدوري العام للقسم الاول يتم اعتماد نتاج موانات الدور الاول بالكامل صح كده؟ طيب ده بقى حضرتك البندين دول بيقولوا حاجة واحدة ان حضرتك ما قدامكش اللي حلين لنهاية الدوري اذا كنت في الجولة تلاتة وتلاتين حتطلع الدور الاول ده البند في اللايحة تمام وبالمناسبة ما تعرفش تستغلم حق الفيتو بتاعك في ده لان الفيتو بتاعك المية وعشرة مادة مية وعشرة بيقولك ايه؟ ان لو اللايحة لم تتطرق لموقف معين لأ انت تتطرقت عليه فمتعرفش تخش على فكرة الحاجة عامر كان بيقولي كلام ده وايمن بقاصد يقول انه في بند بيقول انه مية وعشرة ده بدا بند وقت ما لم يارد بشأنه نص خاص ايوه ايوه بيختص مجلس ادارة رابط الاندية بيزدار القرارات والتدبير الاحترار ما لم يارد ما لم يارد بسدوره ايوه في اللايحة بند بيقول بيشرع طريقة المشاركات الافريقية فاصبح ليس من حق الرابط بالمناسبة محمد ده الحاجة عامر هو كان بيتكلم كان بيتكلم ان المصري طالع واذا فرقة فرقت حيمشي المصري ما بيتكلمش على الانبي فانا قلت لا الكلام ده مينفعش ده بيتكلم على مصري يعني المصري يمشي مينفعش لا ينفع باللايحة ولا ينفع هو ده الكلام وان كان عجبكم ده بيش هتنفع ليه؟ لان المادة 110 بيش طعف تستخدمها هي تفاصيل صغيرة محتاجة ان الناس تعرفها علشان تبقى باينة وكل الامور الخاصة بالمواجهات المباشرة اللفظ مواجهات مباشرة مواجهات طبعا في حال تساوي النقاط في المواجهات المباشرة اهتمل احتكام الى فرق الهدف في المواجهات المباشرة بحيث ليه احتسب الهدف خارج الملعب بهدفين النقاط التي حضرتها الفرق في مواجهاتها المباشرة انا عايز اقولك على حاجة كمان انا عايز اقولك على حاجة لو كان عايز يحددها كان في الدور الاول مادة به في المشاركات الافريقية كان كتب كده بدل نتيجة الدور الكامل الدور الاول بالكامل بين قصين كده مع اعتبار ان المواجهة الاولى هي الفاكسل في حال تتساوي في الدور الاول زي ما عامل يا فانت في قطاع النشئين انا مش جاب حاجة دهو عامل المواجهة 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 انما برضو علشان انا راجل بتاع ادارة وشايف الموازين مظبوطة احنا عندنا مشكلتين المصري في المواجهة المباشرة اللي بيتكلم عليها الحاجة العامل هو كسبان وفرق الاهداف اللي احنا مشين عليه بالترتيب طول عمرنا انا كسبان وبالمناسبة برضو ان ياب احمد دياب في مكالمة تليفونية واضحة وصريحة قبل اللغة ده بكتير جالي معلومات ان الحاجة عامل بيقول مواجهة اقواش كلمته هو احمد دياب موجود طبعا قال لي ايمن مفيش الكلام ده الدور الاول اذا كنا هنطلع الدور اول ايمن فرق الهداف قال لك صراحة انا مش محتاجة يعني دور اول هنعملها فرق الهداف هو في موجود انت ما بتقولش يا رحمد دياب يعني صديقنا العزيز ليه الحاج عامل دائما يتحدث في هذه الامور بالسانة والرطة والله اشتكيت مش اتكلمت اه انا اشتكيت اه طبعا اشتكيت مش عشان حاجة لان احنا هنخش اه يعني طول ما فيه مشكلة وطول ما فيه واحد بتاع الناحة التاني اقداره نص اقداره اللي هو انا هنفضل طول ما احنا قاعدين اه بنعمل كذا لان لان الليحة فيها مشكلة وانا دي شغلتي فهنفضل طول النهار لا ده بايزة اه لا احنا لسه ما قررناش احنا لسه ما شوفناش هو واناب احمد دياب هو برضو يا حبيبي راجل ديسنت مبيحبش يا موتولي شوما اللي حاج يعمل بيصرح بيقول كذا هو الراجل رده كان رده وضحه صريح قال لي انا ما طلعتش قرار وتاني برضو يا محمد بيه طلعوا قرار المصري لانبي الاي نادي لفوتشر وفقا مش لللايحة وفقا لللايحة في حاجة تانية وفقا لللايحة للمادة 110 حق فيتو اللي هي بالمناسبة حتتلغي الموسم الجاي اللي هو ايه بقى اللايحة دي لازم هتتشاف لا لازم هتتشاف هتتشاف اللايحة دي كارسة لازم انا متبني انا مش متبني انا عامل يعني بروبوزل بروتوطايب كده وبنبعثه للأندية شوفوه على فكرة لسه بيتعامل لأنه فيه محددات كتير بيتعامل وبيبقت للأندية هدفه الوحيد للون التيشرت ولا قوة النادي ولا مكانه هدفه الوحيد سلامة المسابقة الكوالت بتاع المسابقة هل توصلت مع أندية طوله ما أنا بجاهز طبعا وعلى فكرة ما فيش حد محمد بي ما نزفش من اللايحة دي وما فيش حد ما حصلوش مشكلة من اللايحة دي يعني دماغ كل الأن دية تلطخ طبعا لأ أنا عايز أقولك على حاجة أنا عايزك تشوف معلش الصفحة بتاعة العقوبات لأن أنا عشان حضرك برضو رجل بتاع عربي يعني كده زي حالتنا هديك فيها مفاجأة العقوبات ها العقوبات بند من بنود اللايحة بند العقوبات ده اللي هو الفرق بين بند 2 و 3 أيه 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 هو ده ده مهم جدا ده بند انا بحاول اجيبه من عالتليفون عشان اكبر الخط اصلا هم بيتعاملوا معايا هنا ده بند يعني انا ما شفتش في حياتي كده يعني فيه سلوك غير رياضي على احد عناصر اللعبة فيه معادة الحكام مباراتين وعشرين الف جنيه هو اصدق على ده فيه السب والبص لا 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 انا عايز حابك تقرالي الاتنين الزرق ايه رأيك في الالوان بتعطيك السلوك غير رياضي اتجاه اي عنصر من عناصر اللعبة بما فيهم الحكم او احد مساعدي او احد مسؤول تنظيم المباراة اربعة مباراة وعشرين الف جنيه هو ايه الفرق بين الاتنين دول اربعة مباراة ايه ايه الفرق بين الاتنين دول للوهلة الاولى للوهلة الاولى حاضرك هتفتكر ان البند الاولان يخص اللعبين او عناصر اللعبة معادة الحكم والبند التاني يشمل الحكم في الحكم يعني صح كده ها مصبوط لا يا فانت البند اللي مكتوب ده بيقول إن أنا قدر أنفس ده على اللاعب اللا هو الأولاني؟ لا اللاربع مباريات اقراك الحاجة تاي اهو السلوك غير رياضي تجاه أي عنصر من عناصر اللعب بما فيهم الحكم سلوك غير رياضي تجاه أي عنصر من عناصر اللعب يعني اللعب صح؟ صح؟ والحكم بما فيهم الحكم صح كده؟ يبقى أنا كده حضرتك اللي كنت فاكرو إنت للوهلة الأولى إن ده يخص سلوك غير رياضي تجاه الحكم لأ الوردنج ده مش مظبوط الوردنج ده أنا أقدر أنفس بيه على اللاعب وديه الأربع مانشاط اقراه ده عربي ده ملوش دعوة بأي حاجة السلوك غير رياضي تجاه أي عنصر من عناصر اللعب صح؟ اللعب يعني أنا ممكن قدي لاعب سلوك غير رياضي اتنين وقدي لاعب سلوك غير رياضي اربع يعني اللي فوق ده اتنين تمشي ده لا اللي فوق ده اتنين واللي تحت اربعة تمشي واللي تحت اربعة تمشي أهي لا يعني سؤال كان ممكن حسين الشحات مثلا في أزمة الشيبي هو انطبق عليه البند بتاع سلوك غير رياضي ما تشده أه مظبوط والناس قالت ده مواقوبة قليلة أه جدا أسباب الأزمة إن هي تفجرت إن الأوقوبة كانت قليلة هل كان ممكن ينطبق عليه البند الأربع ما تشده؟ لا حضرتك إقراه كده سلوك غير رياضي اتجاه أي عنصر لا وثاني واحدة الوصفات أي ايه؟ أي عنصر هو لعب حسين الشحات لعب أه وشي بلعب وشي بلعب يعني عنصر دن يتطبق بيه مفهوم الحاكم أو أحد مساعدي أو أحد مسؤولي تتطبق تمام أربع مبارات وعشرين ألفين تمام أه انت عايز تقول إن اللايحة فيها تيجي كده شغيرة تيجي لأ لأ اللايحة الوردي بتاعها مش مظبوط بلاس بقى الكاتيجري بتاع العقوبات مش مظبوطة بص يا فندم في اللازرة برضو هو حداك مدي عقوبة يومين مباريتين مباريتين وغرامة كامل والتاني أربعة وعشرين ألف الغرامة دي غلط اتنين عشرين أربعة خمسة وعشرين تلاتين أربعين لازم تزيد هيا حتعلنها كده هيا أصلي خالق هي مش هي مفهاش افتكاسات على فكرة خش اللونين التانيين السب والبسق السب والبسق على أحد عناصر اللعبة فيما عدد الحكم أيوة أربع متشات زاد عشرين ألف جنيه والتانية السب والبسق على الحكم أيوة شفت الفرق شفت الفرق في المادتين السب والبسق قياتب الحكم اه لو لنها إلا الحكم أيوة والتانية الحكم عرفت الفرق بس اللول فيهم مشكلة يعني إيه واحدة أربعة تغرمه عشرين ألف صح كده والتانية ثمانية خلته مئة ألف مفيش مفيش سيكونس مفيش يع عشان كده بقولك إيه مش أي حد يعمل ليحة ومش أي حد يشتغل عليها يشتغل عليها البند الأول أديه الأربع متشارط ما هي الوردينج أفانتم على فكرة اللي أنا بقولك عليه ده ما حدش بيكلم فيه وحضرتك في الكورة من زمان صح؟ ما خدش بالك منه إلا ما أنا كلمتك دلوقتين صح؟ أنا عالناب صغيري أنا بصك في الحج عامر ولا ويع أتعرضي طمام؟ ما فيش مشكلة بس أنا على فكرة أنا برضو ما بتكلمش على الحج عامر أنا بتكلم على المشرف على أنا أودام مع بعض لا لأ أنا بكلم خلي بالكدو أنا مش عايز والله يا محمد أبي أنا مش عاجزك شخص أوّل اللي قال أقل أنا بتكلم على المشرف على قطار المسابقات يكون الحج عامر يكون أي من الشريعي يكون محمد أيا كان أنا بكلمك على التايتل ده لا على فكرة أنا بكلمك ده بالإثباتات ولو عندك كلام غيري اللي أنا بقولولك ده يالت تقولولي ده على فكرة ده من لايحة ربطة الأنداة إنت للدرجات دي جبت اللوايا لا يا فندي مش للدرجاتي ده شغلي يا محمد بيه لا بص يا محمد بيه بس بعدين حضرتك انا انا في شغلي بالصنطي ودي المشكلة الحقيقية بتعامل بالصنطي قدام الناس بتعامل المتر ففيه فرق انا بكلمك بامانة شديدة طب وانت عندك الصبر ده والوقت ده يعني ما هو شطرتي في الادارة من الصبر ده ومن الحفظ ده وعشان كده بتعتبر ده اصل شغلك بص يا فندي انا جيت بانتخاب صح انا باعتبرها امانة لازم اعملها على فكرة لو انا مالك النادي ممكنش اشتغل كده انا حر في فلوسي بس مش حر في فلوسك اللي انت هتدهيني ان انا مدور احنا عرفنا كده في الشغل عرفنا كده وفي بيوتنا عرفنا كده وفي دراستنا عرفنا كده فبنتعامل بالاسلوب ده فعشان كده بتقول لي مشاغب هو مش مشاغبة هي تفاصيل والتفاصيل مهمة جدا في النجاح انا قررت ان انت تعمل يعني زي ما تقول كده ايه صورة عليها لا يا فندم صورة ولا حاجة والله انا برضو مش مش او تصحيح اللي احنا ماشيين واحنا ماشيين لاي انا غلط ليه ليه يا محمد بيه لما اجي اقول لك الموضوع ده غلط تفتكي ان انا بهاجمك لا ما تفكر شوية ان انا بساعدك ربما تكون بتساعدني لا لا مش ربما هو اكيد انا بساعدك اصلا انا هاجمك ليه خصوصا كمان ان انا مثلا ايه ما سمعتنيش مثلا ان انا شايف ان انا قعد بتكلم بقول انا انا في اتحاد اللي جاي حرشح نفسي انا انا اعمل انا اشتغل لكو لجنة المسابقات اقول لك المناسبة انا اشتغلها وانا عاد في بيتنا اللي هو ايه اللي هو ايه اللجنة المسابقات دي وانت عاد في البيت لا في البيت لا انا في بيتنا يعني مش هنزل مكتب اللي ايه المتشات والمواعيد مش هنزل اقول لك مش هنزل المكتب بس بقى ايه قدي كده شغلها بسيط لا شغلها صعب جدا بس شغلها صعب جدا في البناء لما اعمل بلد اعمل هيكل مزبوط خلاص مش ولايحة مزبوطة وناس كلها شايفاها وشفافية مطلقة طبعا مش محتاج حاجة انا مش هخليك تيجي تكلمني اصلا ليه لعيب ضرب لعيب عينينا اللي اتنين قوي صفحة 15 بند الف شطر اتنين انا بريد دعوة انا بريد دعوة رقم 5 يفتح حوالك مش محتاج بقى اقعد بقى ايه انا عايز اقول لك على حاجة انا في نادي امبي ده بقى لي سنتين تقريبا و7 اشهر اول سنة ونص كنت مسمع كلمة واحدة اول ما يجيبوا لي مشكلة انا مش عارف لسه بشوف دينا هنسأل حاجة عامر انا فعلا مكنتش عارف حاجة عامر ماشي هنسأل حاجة عامر انا مش عارف والله طول الوقت بتردد اسمي هنسأل حاجة عامر طول الوقت هنسأل حاجة عامر طب هو هو مين الحاجة عامر لا لا ما قلتش كده والله انا قلت حاجة تانية اداريا هو ربنا يديله هو الحاجة عامر يا جماعة لو تعب هنقفل الكرة هو مفيش ورقة مش محتاجة أنا على فكرة بكتش لسا حطارة في حاجة عامر وبالمناسبة هو لما تقابلنا في الماتشاط في حاجات اللي هي اللقاءات اللي هي بروتوكولية يعني سلامه محترم جدا هو راجل محترم وأنا بتعامل مع ابن طهر الاحترام مفيش حوارات طبعا إنما شايفه لطيف نسأل حاجة عامر نسأل حاجة عامر نسأل حاجة عامر فابتديت إن أنا أشوف بقى قصص إيه فالراجل برضو غزبت عنه هو بقى بيشوف الأمور بزاوية مختلفة أنا مش حقدر أغير هالو يعني 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 أنا الناس هتزعل مني يعني الموضوع بتاع آآ الآزمة بتاعة حسين الشحات والشيبي يعني معها يعني الموضوع كبر جدا 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 وإنتوا بشوفتوش الأصل المشكلة أصل المشكلة عايز تعرفها تحب تعرفها حتى أه توضع لجنة المسابعات زي كلير ان سيمبل موضوع موضوع بسيط جدا يعني لو كانت قرار يا فندم القرار لو اتاخد والدنيا فيش أي حاجة إنما المشكلة فين بقى إن الليحة بتروح كده تيه كده فلما راحت كده الناس دي كان وهو طبيعي طب ليه ما جاتش كده بقى أنا بتروح كده وتيجي كده لا المفروض تبقى تبقى الأمور يعني ليه ما اتاخدتش عقوبة يعني عايز عايز يا محمد كان القصد بها مجاملة شفت المستوديو الجميل ده عايزه يبقى أنجح حاجة في الدنيا وحضرك بتديره لازم قراراتك تبقى زي الموت الموت ما بينقيش عارف مجاله هيروح فين مش موضوعي هي ده هو ده اللي اتجاه يروح زي ما يروح خلاص أول ما تلاقي قراراتك بقى بقت رايحة ناحية الصدقات أو الخطوبة يعني اللي هي الحاجات اللي هي الروحانيات فهموا جمالات شوية الروحانية خليها أنا بسميها روحانيات إنسانية روحانية يعني روحي بتنيل لا خلاص قصدك الحاجة عامر روحهم مالت مع العلي لا أنا تاني برضو إنت برضو عايز توديني الحاجة عامر أنا دايما بص بص رحابي أنا بتكلم دايما المسابقات المسابقات دي بقى مين بقى فيها ده مش موضوعي أنا موضوع التايتل بتاعنا طب خلينا أقول قصدك المسابقات يا السبب طبعا يعني كانت تقدر تدعقوبة أكبر برضو باللايحة ده إحنا لسه قرينا لسه شفين أربعة مرة لا ده أنا عايز أقولك على حاجة تاني إنت حضرك لو قريت اللايحة هتلاقي فوقيها على طول مهلش حضرك شوف كده السلوك غير رياضي ده السطر اللي قبليه على طول قبليه لأنا حافظ اللايحة طبعا وحافظ أماكنها السطر اللي قبليه على طول هتلاقي إيه ضرب الخصم الخصم بدون كرة بدون إيه يا فندم كرة ضرب الخصم بدون كرة آه طيب إلا مجد يمش ثانية عشرية هو حضرتك ضرب الخصم بدون كرة هو اللي إحنا عرفناه إن طول ما المطش شغال وتصفر الحاكم وهم مكملين إحنا لسه في المطش صح؟ طب المطش خلص ضرب بدون كرة تمشي؟ ولا متمشيش؟ تمشي عادي عندك عندك اعتراض على ده يا ريت تشرحولي أنا مش فهم إنما اللي أنا عرفته إن ضرب الخصم بدون كرة واللي أنا عرفته إن تقرير المباراة شغال لغاية وفي باند برضو أربع ما تشاهد شغال شغال أيوة طب ليه ما تشافوش دول في تفسيرك إيه؟ لأ دول ما تشافوش ما تشافوش إزاي يعني يعني تفسيرك إن ما تاخدش بوحد فيه في أسمة الشحات والشيبي ما نرجع تاني لجنة المسابيات أي بتجامل يعني؟ لا مش بتجامل ممكن تاني اللي أنا قلت لحضرتك من أول الحلقة مش أي حد يعمل لايحة ومش أي حد يشتغل على الليحة حتى خلاص اللي قدامنا دي فيها برضو ينفع كده وينفع كده الليحة دي الليحة دي لما يجي أنا أنا كايمة لشينا أشتغل عليها في حاجة اسمها العمل بكياسة القرارات كيس يعني أبتدي أشوف بقى إيه الدنيا تتكشي إزاي أطلع في حاجة مش عندك حاجة حقدرك اسمها اسمها إدارة الأزمة وإحنا شغالين ممكن في لحظة دلوقتي النور ده يقطع حتلاقيني بتصرف متعودين على كده في حاجة اسمها إدارة الأزمة ما بديهم مش هنط عشان ما تكسرش لأ أي حد تاني موجود هيروح قايم هي اسمها إدارة الأزمة فلازم الناس اللي بتبقى شغالة على اللايحة وشغالة في القرارات اليومية عنده القدرة دي عنده القدرة دي ودي قدرة مهمة وتقييم الموضوع عشان خاطر لما يجي ياخدوا القرار جدا جدا لأن خلي بالك هي في النص حقوق وشكل طب إحنا إحنا خد بالك لا مش كلام حلو بس أنا حبيت بس إن إحنا يعني نتكلم في قصص كده وده هياخدنا لمشكلة كبيرة اللي أنا عرفته دلوقتي بخصة العلاقات أو المشكلة الشخصية لا مشكلة 2003 لا إحنا عندنا مشكلة مشكلة 2003 إنه في لعب بلعف النادي المصري حضرتك قلت إن هذا اللاعب تقيده غير سليم لا قلت مزور من أول يوم إتحاد الكورة قال يا أستاذ آيمن من فضلك كلام غير مصبوط وأغلق الملف وأعلن فوز الأهلي باللقب وبالتالي شكوتك حفظت صحيح مصبوط كده صحيح أحناك ما سكتش أه ما سكتش عشان الكلام مش مش مخنع إنت أصريت على اللجوء بقى لل لأ لازم حضرتك أجيب الموضوع من الأول اللاعب ده ليه مشكلة في شكوى مع النادي الأهلي في 2021 2022 اللي هو اسمه؟ إبراهيم سعيد بلعف في المصري يعني الأهلي سابق له شكوى في موسم 2021 2222 نفس اللاعب هو هو اللاعب وكانت بلعف في المصري برده ومسابقة 2001 برده تمام؟ ها تمام هنالدينا على الشاشة للكلام ده هذا مهم جدا بص حضرتك دي شكوى الأهلي الأهلي اشتكى اللاعب ده وهي شكوى صحيحة 100% وأنا قاعد دلوقتي كالعادة إدارة الأهلي إدارة محترفة منضبطة ومنارة وهنفضل نقول إنها منارة للرياضة دي ما علشان عايزة أشوفها بس علشان تبقى تبقى شايف بس كده اللي عليمين ده القيد العائلي بتاع الولد الولد ده أول أول شهادة ميلاد طلحها في حياته في حياته وهو تسنن وهو عنده 14 سنة 14 سنة مسك أول بطاقة بقى سودو مسك أول شهادة ميلاد فمعنى إي بقى معنى إنه هو مرحش مدرسة مفيش مدرسة 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 غير شهادة ميلاد ومش طالب البطاقة اللي متأيد بيها الأهلي شافها مكتوف فيها طالب هو قريدي مش طالب فالأهلي اشتكى وجاب شهادة إن الولد ده مش طالب عمل إيه للتحاد ده موسم 1-22-22 21-22 من سنتين عمل إيه للتحاد تحاد لغى نتيجة المصري ودى 3 بمط للأهلي وده قرار سليم وقرار للتحاد ده قال لك مشاركة غير صحيح اوكي أنا نفس الكيس دي بالظبط أنا الكيس دي بالنسبالي اللي اتحاد شافها مشاركة غير صحيحة تمام أنا شايفها تزوير أنا كايمن الشريعي ليه تزوير لأن البطاقة دي ده محرر رسمي أنا احنا عندنا هاو بتاريخ 29 يونيو أيوة أيوة اعتماد المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية باحتساب نتيجة مباراة الأهلي والمصري موريد 2001 لصالح النادي الأهلي لكون إشراك المصري لللاعب برهم سعيد غير صحيح غير صحيح تمام أنا حافظ كده تمام غير صحيح دي بالنسبالي مش كون غير صحيح دي بالنسبالي ده تزوير تمام ليه البطاقة ده محرر رسمي لما كتب فيه طالب وأنا متأكد أنه مش طالب ده تزوير مش مهم خلاص هم اعتبروها أنه خطأ إداري إيه بقى الخطأ الإداري أن اللاعب ده لا ده هو مش متعلم طب مش متعلم يعني هتعمله إيه لا هنمضيه على تعاخد أنه جاه وده جزء من جزء التقييمات بتاع ما يفعش البطاقة تعاهد أنه جاهل وإنت في قدك بطاقة أنه طالب ما هو برضو إحنا مش حاجة في حاجة غلط تمام قعدنا تكلمنا في الديبيت أنت عصدك معناه أن اللي مكتوب في البطاقة ده تزوير تزوير هو تزوير إحنا قلنا كده لازم تبلغ الجهات إحنا قلنا نبلغ الجهات وعلى فكرة بيانة للتحاد كان واضح قالك التزوير اللي بقوله أمبي ده هيحتاج جهات خارجية تمام مع الجهات طبعا الجهات الخارجية اللي اتحاد مرحش وانا انت لفت الأيام وجالك نفسك لا 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 أنا عندي مفاجأة ليك سيبك من مشكلة أمبي دلوقتي مشكلة أمبي دي كانت في 23-24 البطاقة دي طالب دي اللي الاتحاد والشؤون القانونية المستشار المشط عارف أنها مش مظبوطة بس بيقولك أنا مش جاهد فحص بس بسبب البطاقة دي هو لغة ماشي المصري وده 3 بنت للاه موسم 22-23 اللي عبدت قاية تاني في المصري بنفس البطاقة دي أنا بقى محتاج أنا أفهم أنا ما بقولش فيه خلل وما بقولش ده غلط خالص بس أنا عايز أفهم هي البطاقة دي البطاقة دي اللي هي المزورة دي دي طالب دي دي اللي هو اعتبرها خطأ إداري أنا موافق هي هي اللي ادى بيها بسببها التلاتة بورك للأهلي اللي لغة ناجية الأولانية المسم اللي بععده على طول 22-23 اتأيد بها العاب عادي اتأيد بها ولعب كل المتشاط عادي ما عدا ماتش الأهلي لا دا دوكمنت اهي موجودة عندك ما عدا مقاش الأهلي اللي بشتك ما عنديش فكرة والله أنا بديك بيانات اوكي أنا دوري 22-23 اه انا دوري اديك بيانات اللي عابل الأخير اه اه البيانات موجودة الولد دا اتأيد الموسم أنا مجلكش دا ما تشغلش بيانك بمشكلة امبي مشكلة امبي لسه مجاتش تمام الولد دا بنفس البطاقة دي نفس البطاقة دي اللي كان عاليه مشكلة اتأيد بها بالمصري اتأيد ازاي أنا على فكرة أنا التاني برضو أنا عايزة أفهم أنا محتاجة أفهم ليه بقى؟ لأن الولد جي بعد سنة غير البطاقة دي العامل اللي يستنى دي بقى اه اللي 24-23-24 23-24 وكتب تعهد انه جاهل ولغى البطاقة دي على اساس ان احنا مشوفناهوش قبل كده يعني يعني مساء الخير مساء النور بس هو كده عدل خلاص موقفه اه كده المفضو انه كده عدل موقفه يعني وعمل بطاقة عامل ومضى وبصم انه جاهل وايدوه وأنا واجهته في طولة 2003 ده في الحقيقة في الحقيقة يعني أنا مشوفتوش في حياتي ليه بقى مشوفتوش في حياتي؟ لأنه أنا اتعودت من اللي اتحاد انه لما بيلاقي مشكلة في قيد بيشطب اللعب يشطبه ده حصلت معايا مرتين 2008 انا كان عندي لاعب مزور الاهل اشتكاه كان موليد 2008 وهو كان فعلا طبعا موليد 2006 والنادي مكانش يعرف وروحنا الاتحاد مدنيش حل وقال لي روح عايده في 2006 وخليه لحبا شطبه فلما جيت اتكلمت مع المستشار المشطة ولما جيت اه ده 2008 ده القرار خلي بالك وتعاقب النادي والنادي تعاقب الانذار ده نوع من انواع العقوبة ده اللي حصل لما رحت المستشار المشطة وقعدت اتكلمت معاه على الولد فقلت له قال لي لا اروح النيابة احنا ما بنروحش قلت له يا فندم انا لو رحت النيابة ده تزوير قال لي لا لا اللي محضر ده هيتحفظ واحنا مش جاهد قلت له لا ده تزوير والولد هيتحبس قال لي ما هيتحبس احنا قلت له سليم طبعا وروحت قدمت بلاغ في الاحوال المدنية ومن هنا ده بعد ما تحفظت شكويتك تحفظت طبعا واعلان الالي بطنا للدار ايو اه انا بس ايه انا بوريك بس الدنيا بس وصلت جايت فيهم وروحت النيابة رحت عملت بلاغ ومن هنا بشكر الوزارة الداخلية وتحديدا الاحوال المدنية في العباسية والنيابة العامة وتحديدا النيابة بن سويف ناس افاضل رحت عملت عملت محضر في الاحوال المدنية ايه اه في تلات ايام المحضر اتعمل وأنا في الاحوال المدنية اتكشف على الولد قال لي الولد ده مزور البطادي مزورة مزورة كبيانات مزورة كبيانات هيكلية دي فاني محدش هيزور هيكل يعني مزورة يعني الولد مقدمش هادت مدرسة المدرسة ليس لها وجود المدرسة أصلا مش موجودة اللي في ملفه أيوة يا فندم المدرسة مش موجودة في الواقع يعني مدرسة ايكس وخدمة نسر كل حد وطلع على النيابة وتحقق معاه طبعا وتجاب وراه ناس هنا في مصر ضربين له الورق آه آه موضوع كبير جدا تشكيل وموضوع كبير جدا الله طب هو ده بقى ده السؤال اللي أنا بسأله محمد بيه ده مش دوري كرئيس نادي ده دورك كاتحاد أنا لما بعطي لك تبلغ الجهات طبعا على فكرة أسهل يبلغ الجهات عنده أختام وعنده حاجته بيسأل طبعا وعلى فكرة وهو منوت وهو دوره لا لا منوت إنه لما بيلاقي مشكلة بيحلها أنا عندي بقى لك مفاجأة أحلى وأحلى إيه بقى إحنا في 2018 اللي اتحاد المقولين العرب قد بشكوى في اللعيب عندنا اسم جودة عارف اتحاد شك ولد مولود في ليبيا وأخ مغير اسمه فافتكر أخوه هو الولد تحسيها كده زي إبراهيم سعيد إبراهيم وإسلام كده بالزبط شك عارف اللعب توقفت ديه سنتين ونص لا ده بقرار من الاتحاد في 2018 خلي بالك وخلي بالك القرار مكتوب فيه إيه شبهة تزوير إحنا نعرف يعني شبهة تزوير شبهة محتمال قرار موجود أهو أستاذ وليد العطار وقال لهم كفاية عليه توقفوه سنتين ونص عشان شبهة التزوير وتقيده فريق أول ما تقيدش خطع ناشيين كان عنده 16 سنة حالة إيه فده تعامل الاتحاد مع شبهة التزوير يا محمد بيه السؤال اللي بطلح نفسه بقى أنا اديتلكه بدل الدليل عشرة بالمستندات الورقة دي مزورة المفاجأة بقى إن أنا قلت لهم الولد ده ليه أخ اسمه إسلام أنا قلت لهم إسلام وإبراهيم حاجة واحدة وإسلام أخوه ده في نادي الوسطى إبعاثوا هاتوا الاتنين اللعيبة على فكرة ده إجراء بيحصل في الاتحاد وقلت لهم هتبعاثوا تجيبوا الاتنين اللعيبة مش هتلاغر واحدة إبراهيم هيجي لوحده هو إبراهيم جي لوحده وقلت لهم هاتنين شخصه هيقول هرب وقال هرب هي دي كلها مش حاجات تدي مؤشرات إن فيه حاجة غلط وإنك لازم تتلغ بلس حاجة تانية بقى إن الولد أصلا مسنن بص رعيز أقوليك حاجة بس اللي عليمين ده إسلام واللي على الشمال ده إبراهيم سبحان الله إسلام آخر آخر حاجة كان في نادي الوسطى موسم 16-17 إسلام الكبير ده اللي كان عنده 17 سنة وسبحان الله إبراهيم يظهر في نادي المصري 17-18 من عند الله مش قلتين بلعب كور يعني حاجة برضو أه أساسة عشان الناس ما تتلخباتش وقلتين شخص واحد آه طبعا شخص واحد وبالمناسبة يعني يعني هناك شخصية خلقت في المستندات وفي الورق آآ يعني بها مش موجودة في الواقع آآ لا والفترة اللي جاية حيطلع آآ قرارات تعرف إن هم واحد وكان إسلام ده عايش ومات ومتعملوش شهرة وفاة قصة كبيرة بص ده عايش وصغرية فيلم كبير جدا طفل صغرية فيلم كبير آآ الفكر استوحوها من كده آآ 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 بس عايز أقولك على حاجة المشكلة يا محمد بي مش مشكلة الأهلي البطل ولا أمبي أوكي خلاص المشكلة تخطت يا تخطت محمد بي الأهلي بطل الدوري إحنا والأهلي إحنا لا ناقصين بطلات ولا الأهلي لا ناقص بطلات أهلي ده بطل أمبي متنزل الأهلي مش عايزين خلاص مش القصة مش كده القصة لو كان أي من الشريعي مراحش جريه وراح من السويف وراح بورسعيد وعمل عارف القصة دي كانت هتبقى إيه كانت ماركتينج للمزورين عمل ماركتشير جديدة الولد اللي بيزور ده هو ده الأي مزور الناس اللي بتضرب ده حيروح لأي حد لا فندم ده طلع في المعنام ده أنا عايز بك على حال حالف لما يروح يكلمه يقول له أنا هعمل لك الورق يقول له عمل لك أنا كنت باخد كامب 50 لا بناخد بقى 50 إنت مش شايف إحنا عمليين إيه ده لا لالالتحاد شاف ولا إمبش لا 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 فإحنا كده بينشارك بينشارك كلنا مش أنا بلساتك أنت كده بتتهم التحاد الكراء لا 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 فندم أنا بقول لك كلنا يعني كلنا فندم لا يعني يعني بعدم التصعيد للاتحاد أو اللجوء للجهات المعنية لا لا إحنا إحنا فندم أنا بتكلم في الإتحاد مقصر طبعا الإتحاد مقصر طبعا وانت الناس دي مش اديتهم صوتك اديتهم صوتي ندمت للأسف يعني لو حصل انتخابات تاني ونزلوا نزلوا لا مش هروح أصلا يوم الانتخاب ولا مش هتديهم لا ولاك مش هروح مش هروح ممكن يوضعهم حد كويس أحسن لا أنا والله العظيم يعني مع احترامي للجميع أي حد تاني هيبقى بالنسبة لي كويس يا للدرجات آه طبعا آه تاني تاني أنا بتكلم يا محمد دي هذا تايتل مليش دعب الأشخاص لأنهم فعلا الناس محترمة خلاص احنا كشخص كلنا نقترم بعض انت بتكلم على الاتحاد كله على المجلس كله يعني عايز أقولك على حاجة يعني أصلي المشكلة في حاجات تخص المنتخبات أنا مش متداخل فيها أوي إنما بشوفها يعني تخيباتنا كلها مشاكلها كتير طبعا آه في لجنة مسابقات دي دي الحاجة اللي تخصني لأ طبعا لا مش لأ ده أنا يعني لأ أو ألف لأ لا 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 ألف لأت إيه مش واخد بالك يعني ما فكرتش تتكلم على الأساس جمال على الأمر بمصفة كلمته طبعا استجاب آآ لا ولا محتمش لا محتمش ولا لقيته مش واخد باله لا لا والله هو رجل يعني طيب ومكلمته ومعتله 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 بس علشان تبقى عارف يعني ممكن يكون هو الرجل برضو مش 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 ملمة بالقصة عنده انشغلاته وعنده حاجته وأنا دايما بحب عامل حاجتي بتوسيق فبعدتهاله على الواقس بعدتهاله 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 على الواقس ما بكلمش ألك يا نهرابي لا بعتني نسايم الصباح بعتك إيه نسايم الصباح في حاجة في صور كده نسايم لا أنا مش بتالي أبتكلم بجد والله لا على فكرة أنا بتكلم بجد والله هو يعني يعني اللي وكل يوم الصبح نسايم الصباح نسايم الصباح جمعة مباركة أيوة نسايم الصباح ومس خلي بالك أنا بنقل لك خلي بالك بس أنا بنقل لك الحدث وزي ما انت عارف طبعا إن في قاعدة فقهية بتقولك ناقل الكفر ليس بكفر تمام أنا بنقل لك الوضع يعني بس ده موضوعك ما حاستش منه هو رئيس الاتحاد وده موضوع كمان فيه شوفها التزوير يعني ده جناية بص بصراحة علشان تكون معك أكثر وضوحا مش ده جناية المفروض هو الولد يعني بيتحول يعني الولد تم اتهامه رسميا بيتحول اه طبعا يعني قرار بقى قرار قاضي مش قرارنا إنما الوقع سابتت طبعا القصة التربطية سابتت وقابوه تحققه معاه وأعقاه له كل الناس ايوه تحقق معاه وتحفظ عليه ايوه طبعا كان لا لا كان كان هو التعود اسمها ايه دفع كفاءة قضية قضية موضوع ده موضوع موضوع ال انا ادراح النيابة وحققه معاه ايوه فندم انا اتحقق معاه انا روحت النيابة المنسوفي عدت ست ساعات لا اخده اقوالك مش عقوالك ايه ما هو تعمل ما هو التحقيق ده اقوالك اتحقق معاه يعني ايه انت عرفت ازاي عملت ايه بلخت ست ساعات في النيابة ايوه مين مسئول في الاتحاد الكورة بقدرده بندل الحاجات قلت بقى الحاجة عامر طبعا لا مش قلت الحاجة عامر مش علشان حاجة مش اللايحة طب اعرفوا بس ان اسمه كده في المحاضر الرسمية اه فندم لا انا مش قصدي كده اللايحة بتقول ان لجنة المسابقات هتلاقي لكده حاجة في اللايحة لجنة المسابقات عشان الحاجة عامر طلع برضو قال ايه انا حولت الموضوع الشرون القرونية حضرت تحول الموضوع الشرون القرونية صح انما اللايحة بتاع الحاجة عامر اللي هو عملها بتقول ان لجنة المسابقات هي اللي بتفصل في الاعتجاجات شكلا وموضوعا ويعتبر قرار هبات ولا يلغى إلا بلجنة تظلمات كون بقى من الحج عامر أو رئيس لجنة المسابعات حولها للشؤون القانونية حولها لشؤون العبين حولها مدير تنفيذي في الآخر هو قرار لجنة المسابعات وهو المتحملها زي بالزبط كده قيد الولد الولد اللي هو اللي اسمه إبراهيم ده في المصري اتأيد أول مرة موسم 17-18 أول مرة موسم 17-18 الولد ده تأييده في المصري مكانش مزبوط لأن تأييده في المصري كان لازم يجيبش عادة مدرسة ده دي الوضع بتاع محدش هقولي كلمك من المصري لما الولد لا لا خالص المصري مش طرف لا لما استدعون نيابة لا خالص والله ده أنا تواصلت مع أستاذ موسى من ناس اللطيفة جدا رجل جميل جدا وكنت بحكيله علشان يبقى عادف لأن الزمالة هو كمان التصريحات اللي طلعت من الاتحاد وأفريقيا وكونفدرالية ومع القصة دي خلت وكأن فيه لا خالص صدام بين المصري وإنبي دي الوقت لا أنا عايز أقول لك على حاجة هم في الأول قالوا إيه لا ورئيس نادي إنبي لازم يقدم عتظار والمحترم الحسينة أبو أمر طلع وقال كده والرئيس شؤون سوري رئيس قطاع النشئين بعد ما اتهمت الولد بالتزوير يعني حسينة أبو أمر ورئيس ده عبدوا مقصد لا حسينة أبو أمر نائب رئيس نادي حسينة أكلمك على حتى رئيس قطاع النشئين وطلع بعد ما أول ما أعلنت ولازم أي من الشراء يعتذر وقالوا كده ولما عارفوا الوقت مزور سكته لأن الوقت مزور ما أخدوش قرار لا لا ما ليش دعوا أنا معرفش هم أخدوا إيه إنما الوقت مزور مزور لا مزور وكلام ده اللي المهمة بقى محمد بيه آه كلام إدارة أمبي المحترفة المنضبطة من أول يوم قلت لها صحة في الإيه صح إحنا سابقين أنا خلص المطش أنا خلص المطش بعدها بساعة قلت اللعب مزور مزبوط والإتحاد عارف إن اللعب مزور لأنه ليسه بحققين معاه متعارفين هل هل أتهمت اتهمت اتحد القرى لا 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 في المحضر لا لا خلص بالتجاهل لا 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 بص يا فندم أنا بقول إن أنا واقع عليا ضرر الضرر إن اتحد القرى حفظ التحقيق وحفظ التحقيق بالنسبة لي ده ضرر إدانة الولد والموقف بتاعه من النيابة من النيابة طبع هل يجعلك تعيد الشكوى الاتحاد كونه مرة اخرى والمطالبة باللقب ايوه طبعا انا عدتها وبعدت لليست مستشار رئيس لجنة التظلمات مستشار محمد عبدو ايوه طبعا ايوه بعدت له تظلم رسمي وثبتت فيه الورق ده امتى بعدته من في المدة انا لايها عشر تياه مصدي بعيدته في اليوم التامن وبترفض قرار اتحاد الكورة بالإعلان عن الاهلي بطلا وبتطلب إعلان الينين بالبطل وبتطلب الواقع دي تؤكدها طبعا وخلي بالك بتحددلك جلسة لا والله لسه محدش كلمني بس يعني اعتقد أصل لجنة التظلمات دي مهلاش دعو بالاتحاد لان احنا الاتحاد احنا بنكلم وحدش برد علينا ايه الاتحاد لجنة التظلمات دي يعني محدش برد علينا برد علينا حتى الموظفين حتى مدير الاتحاد حتى وليد العطار وليد العطار بيردش لم يردش اه طبعا لا ادي خطابات لسه 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 باعت له ابي رجالك خطابات ولا كتليفونات ولا لا ولا تليفونات ولا خطابات اعتقلت جوابات مشت رد لا دا انا عايز اقولك انا انا لسه باعت من يومين خطاب لوليد العطار طالب منه طلب غريب جدا مش غلب يعني طلب انا مش شايف عادي اعتقصل ع énormة طلب منه ايه طالب منه قرار قرار الحفظ عايز نسخة منه ايه يا فندم دا من حقي اللي هو حفظ الشاقة بتاعتك ايه قرار لا برضو الناس علشان برضو الناس فهمة غلط اللي بيبعاته المدير التنفيذي للنوادي ده مش قرار دي عندنا في الإدارة اسمها إفادة يعنيه قرار يا فندم هو هتلاقيه حتى في هو يقولك نفيد سيادكم علما أنه تم حفظ تقرر حفظ الشاقة تقرر حفظ الشاقة بدون تقرر يبقى فيه قرار يبقى فيه قرار فأنت عايز القرار ليه بقى عايز القرار لأن القرار أنا الجواب ده لو عايز أخذ إجراء ما رفش أخذ بيه إجراء فأنت الغد دلوقت ما جالكش القرار لأ ده أنا بعت أنا عايز أقول هتقول ماذا جوابات لا لا فيه جواب فيه فيه جوابين هتلاقيهم أنا عايز أقولك يعني في يومين وراء بعض أنا طلبت أنا عايز أقولك أن فيهم جواب طلبت صورة صورة أنا كاتب كده في الجواب من القرار ترسل لنا عن طريق الفاكسة أو الميل اليوم عشو كنت محتاجة فعلا صورة من القرار آه ما ردوش علي قالوه لأ هل عشان كده انت بعدت جواب طويل جدا لا لا جواب طويل جدا لا ده هده سطرين بعد حفظه من شكوان على نفس الله في موسم كذا وإثبات حالة التزوير هناك حالة جديدة كالعادة مسيرة للجدل حدثت بالشكوى الآلي وبلاغ أمبي كيف تم اخيض الله آه لا لا دي شكوى دي شكوى جديدة يرجى التقارب بصورة الرد بالأساند القرنية ولا هيا لكيفية إلغاء مشاركة اللعب في موسم كذا وكذا آه ده عشان عشان مشاركة اللعب تاني موسم بنفس الورق لا بس دي شكوى راحت للجنة الأولمبية أوكي وراحت لوزارة الشباب والرياضة هل حد اهتم في لجنة الأولمبية آه بعتنا الورق بصراحة بس لسه محدش كلمنا الشباب والرياضة بنتواصل معاهم لأن الموضوع ما بقاش يخص بطولة دلوقت يا محمد بيه الموضوع بقى يخص قضية حاجة احنا بنحاربها التزوير في خطاع النشاقين دي قضية كبيرة جدا وبتضر كل النوادي مناسبة وبتضر كل اللعب طب أنا إلا إلا يعني خلاص احنا هتكلمنا كتير واسترسلنا انت حضرك مترجط حاجتين دلوقت مفهومش يظهر ها لازم تساهم وتشارك في تعديل رواحة تحاد الكورة شايفة رواحة لأ أنا مش لازم أساهم أنا أنا بهدي اقتراحة يتواد يتشاف الناس والله ممكن يعجبهم تواصلت مع رأساء عندي طبعا اه طبعا زي عنديت ايه مثلا البنك الأهلي الزمالك يعني الناس الأهلي لسه عايز أتكلم على فكرة احنا مش احنا مش بنعمل حاجة غلط انت لسه في صدمة على الأهلي أنا عمري ما كنت في صدمة على الأهلي ولا عمري هابقى في صدمة على الأهلي ده كلام ده كلام عبس طبعا ولا عمري هكون ما اللي الناس حاسة كده خصوصا لما قصة مصطفى شعلبي وقصة حمد فتحي لا 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 بص يا محمد بيه بس البيزنس ما فيهوش صدمات البيزنس بيزنس هو مش معنى ان أنا مادتكش لعيب جالي فيه أفر أحسن لمصلحتي يبقى أنا في صدم معاك ولا مختلف معاك اطلاقا أنا أتمنى النهاردة قبل بكرة هتعامل مع الأهلي لازم مش عشان حاجة دهوية النادي بتاعتي تجبر بمشاركة الأهلي باسم الأهلي طبعا طب ما سنت حركة فيه موقفين مع الأهلي من أول ما مسكت النادي مصطفى الشرابي والحمد فتحي مش كده في حاجة تالتا حمد فتحي ايه حمد فتحي ما فيش مشكلة أصلا حمد فتحي مش لكو حق رعاية ما خدناهش طب وفيه ليه ما خدناهش ليه الناس لسه بداخلتش فلوسها فلوس ايه فلوس حمد فتحي ما داخلتش المية لسه يعني العقد بتاعهم ليه ليه اشترطات وليه شوية حاجات الناس ما خدتش في حاجاتها يا حمد قرب يبطل لا يا فندي حمد بلوق موسم لا لا خليناه نتكلم الحق بس ما عليش بس ما فات موسم فوق موسم ما هو خلي بالك لا أنا ما خدش حقه لا ما خدش طبعا حقه ازاي انا اللي بقول لحضراته انا ما خدش مقابل بيا حمد فتحي يا فندي معمول بشترطات معينة على اجزاء السادات تقصد حاجاتك ايوه طبعا حرام يعني الناس ما خدش حاجتها يعني ايه على ثلاثين مثلا ايه على ثلاثين المهم في الاخر المهم في الاخر المهم في الاخر المعمولة بدفعات واحنا هناخد حقنا وبالمناسبة برضو حقكو كان بقى اللي عندي الناس مش هيروح مهمك يعني لا مش هيروح يعني انا مش بنسكت لا مش هيروح لانهما الناس عارفة التزامتها كويس انت عارفت حالك ليه عند الاهل ايه؟ اه طبعا ليه عشرين في المية من النت بتاع حمدي فتحي النت ده يا جماعة يعني الحمدي فتحي خده من اه الاهل يخده من انبي بكام؟ كان وقتها الاهل يخده بكام منه؟ كانوا يخده بتلاتين مليون تقريب تلاتين مليون هو باعه مثلا بتلات مليون دولار اعتقد؟ اه ممكن وعلى سارة دولار وقتها؟ ولا دلوقتي؟ لا ده بتحسبش كده وقت الدفع بكل ريت اوكي وقت الدفع بكل ريت لا ايه؟ شغل ايه؟ عجبتك دي ولا ايه؟ ولا جديدة؟ ما هو عجبتني بس انت اساسا جدولت حضرتك العشرين في المية ازاي؟ ما هو انا لازم للاول ولد يصفي فلوسه ما هوش نت فلازم تدفع الاوانية تضغطها مليون دولار مثلا تتحيسب على سارة دولار وقتها؟ تلاتين؟ بتلاتين مليون يبقى صفر بتلاتين مليون؟ كده خلاص كل موقع قادمة يتجدك عشرين في المية؟ بس خلاص بالدولار؟ بالدولار؟ لا انا يا خب المصري لا انا فهم يعني مثلا سيه القلب اليه اثنين مليون دولار ايا انا كان بقى راحب بالتلاتة انت حرك ليك كده روامية الف دولار؟ ايوه بتحسب دلوقتي روامية الف في سعر روح سبعة اواربعين مصر 8 سنة هيبقى بتلاتين بتضرب في تلاتين ووقت السادات ووقت السادات تضرب في سبعين اه ووقت السادات البنك المركزي طب هل هل اتحطت جدولة بينك من العالي؟ يعني مثلا انا بقصة تنهاية هي الجدولة مربوطة بالعهد بتاعهم الناس اصلا يعني انا لما اتكلمت معاهم انا فهم الناس يعني امير توفيق ودكتور السعر ان شاء الله بي بصراحة يعني انا فهم ما هو اتقلك هناخد قصة مثلا في اول السنة قصة في نفس السنة هل مع كل قصة هتاخد نسبتك هتشوف الماء؟ طبعا طبعا خلاص با اول ما يتصفى الحزبة بناخد فلوشنا يعني اول ما يجيل قصة التاني اه طبعا طبعا هتبقى هتشوف منها بالقصة التاني طبعا والقصة التاني هتبقى هتشوف منها بالقصة طبعا زي ما يكون الدفع الشهر الدم هتتفق التامل الاتفاء على مواعيد؟ وفقاً للفلوس اللي هتروح له واكيد الأهلي مش هيجيله فلوس لك انا مجاليش لا لا يجيله فلوس بمواعيد اه بقى صح في المواعيد خال خدت المواعيد اه طب اه قولك اه انا حاسك متحفز شو في الكلام على الأهلي لا مش حابب انا مش صح بالصفقة يا مش حابب مش حابب لا خالص انا اتكلم معك في اي حاجة بس ايه يعني هتيجي تقول لي معادل بتقلق جمهارية الأهلي ايه ده بتقلق جمهارية الأهلي بتقلق اه لا البيع خلاص بيع للوكرة ايه بس حضرتك لازم تبقى عارف عارف بس انا عارف بس مايصرح ليس من المنطق ولا من الكياسة وانا شايفها بقى بلغة البلد الجميلة الجدعانة ان انا اصرح بحاجة مش بتاعتي يعني هتيجي تقول لي ايه زياد كمال هقولك ليه فلوس كذا وليه فلوس كذا انا صاحب الصفقة بعد ما المهندس اسيل لبيب لكن رمدي فتحي هو مع الوكرة صاحب الصفقة هو اللي صرح يعني العرف كذا لكن في الباطن حضرتك عارف بالموعيد بالجدولة عارف المعاد وزا اتخر هاعرف طب هو بتردد لحضرتك ليه كرممائة الف دولار فانا الرقم ده فعلا تقريبا والله ما حسبتها بس انا ليه تقريبا تقريبا كده يعني في الرنجي تلتمائة تمانين ربا انت ليه حضرتك قلت انا هاخد فلوس ده وده ده منهور لا 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 حضرتك مش اخي ببالك في تصريح راسم في حاجة لا انا مش بعمل كده عشان الفلوس ده انا متبرق لا 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 مش مش لا لا بس هات يابني هات ايه بس انا هقولك انا بس هقولك انا بس في حاجة اسمها حق الرعاية اه اه نادي ده منهور اه حق الرعاية لانوان ايه الرئيس امي يا جماعة مش شايف اه تنزل عن ايه بص يا فاندم اه رعاية رعاية اي اه لنادي ده منهور اه ليه يا فاندم انا اتنزلت الحق الرعاية من ده منهور الولد حمدي فاتحي اصلا ده منهور اصلا من ده منهور وجه عندي اه اوكي النسبتي فيه سنة و 13 اشهر اوكي برضو احتراما للنوادي الجماهرية والشعبية ونقدر نعمل فيها حاجة بس الرعاية بس الرعاية ده ماريش على اخب لا 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 الحق الرعاية ده بيبقى 5% من القيمة اه انا فهم وعلى فكرة ده متوزع ما بين امبي وبيترويجات وده بس ده منهور الاساس نوع 5% ده فانا شايف ان من المسئوليات بتاعتنا انك تنسبتك في الخمسة في المية تسيبها لده منهور اه اوكي يعني كانوع من انواع بالعكس الدعم لنادي جماهرية طبعا ونادي شعبي ويطلع ودي حاجة على فكرة اوي اصلا للمنظومة وانا شايف ان ده حاجة محترمة جدا انما مش في قيمة اللعب قيمة اللعب انا مش من حق ان انا اتنزل عن فانما حق الرعاية وخلي بالك برضو يعني عارف زي ما بقي عندي انا لاعب انا اللي بربيه زي احمد نادر اي حد من الناس اللي طلع عندي الوقت دي ده انا اللي ربيته فحق الرعاية بتاعتي طيب كل الناس بتتكلم على صفقة زياد كمال اه انا بس انا بس خلصنا موضوع التزوير بتاع الولد اه وحضرك الناس فهمته كويس طيب انا عايز ادي لحضرك هداية هداية على الهوى هديت ايه خير طيب حتى اجيبك ابا ايه الم ولا ده لأ ده لا ده انا بكلم جد انا بكلم جد اه بجد ده ايه بقى ده حاجة انا دايما بعملها كده في حياتي لما انجح في حاجة لما اتعب واعمل جهد كبير وازبط الحقيق ده بتكلم جد انا بكلم جد اه وازبط الحقيق بحب اوسخ الحقيق ده في شكل اداري تبقى وثيقة كده ده جهد 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 اتنين وستين يوم كل حرف فيه بجهد مع الادارة بتاعة الاتحاد اللي هي اه 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 بكلم جد ده حاجة بص ده ايه الله ده هات يا جابت دي مشكلة دي مشكلة اه اللاقب ابراهيم سعيد انت موسق انا موسقها اعمل كلوزة على لا موسقها علشان دي حاجة للتاريخ مش علشان الدوري 2003 يروح اهلي ولا ايه لا علشان دي حتتعرف بعد كده ان احنا عملنا جهد عشان نصلح حاجة اه نصلح حاجة بص بقى نادي الاهلي في 2021 الاتحاد قال مشاركة غير صحيحة اه وهي هي الاوراق اه في عشرين تلاتة وعشرين عشرين تلاتة وعشرين الاتحاد قال مشاركة صحيحة تمام وبعدين اه اتغيرت بقى خد بال زياتك دي وثيقة لا دي وثيقة خلي بالك بس معايا انا بقى في 23-24 هو هو الولد حفظ الشاكو خلي بالك بقى الوثيقة دي فيها حاجات مهمة اه لان فيها مستندات رسمية اه ما انا شايف ده اللي سكور بتاع المتشار بتاع المصري انت عرف انت وصخت ايه وده سيستم الاتحاد اه ده توسيق ده توسيق لحاجة ده يوضيق خمسين سنة يعني توسيق ده ده توسيق توسيق مهم جدا وتوسيق قلي بالك دي هداق ايما والله اه والله عشان ده شقى ناس اه وحضرتك من الناس اللي اللي شفت الفكرة وشفت المشكلة من الاول اه وكنت من اكتر الناس الدعمين فحضرتك تستحق ده وممكن عايز تهديها المسؤول لما يجي اقراها ياخد قرار ده مش محتاج يشوف الاولاء اللي انا شفتها اوكي بس ده الصورة دي ياخد دي بس انا مش هديها المسؤول انا سأتركها للتاريخ لسبب لانه ستظل هزي النقطة سوداء في كل من يظن في اتحاد الكورة ان ثوبه ابيض صحيح وما يخشش في اي من الشراء تاني فورا ده مهم جدا عشان ده نتوصيق انا باته مستسلم انا عن نفسي هستسلم لان دي وصيقة فعلا قد يراها البعض الموضوع عايده ايه لعيب لها انما ده وقع التزوير جناعية وصيقة وستظل يعني بعد خمس سنين لما حد يتنصل نطلع له دي وصيقة بعد سبع سنين حد يتنصل لما اجيال تيجي ورانا هتطلع له بس ايه رجف الهدية ده 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 المفاجأة دي من اخد بالك دي من يعني من اقيم الهداء اللي جاتلي في حياتي يا فندم يعني حاجة حاجة انا احطها للكتابي خلي بالك ده من الفكر الادارة انما انت متعود في الموضوعات اللي ازي تعمل لازم لما اعمل جهد في حاجة انا كل شغل بيانات اطلع له صورة كده واعد طوله النهارة اتفرج عليها اه وتوسق وحطت كذا حاجة عندك في المكتب كده انا عندي حاجات دي في شغلك بشكل عام يعني في شغلي عندي حاجات يعني تنبسط بيها يعني حتى في في بطائقي اوكي عملت اه عملت وظيف كتير تاريخ للبطائق لتسلسل البطاقة بتاعتك اه اه لان فيه اوقات كان فيها ازمات فبطائقي ما كانتش اه بحطي ده و بحطي ده و بحطي ده ده هايل صدقني وعلى فكرة وبتزدني شرف اه طبعا وعلى فكرة هي دي كده موجودة وانا ربنا كريمني بولد اه وجدي كده اه هو ليه نسخة من دي علشان يبقى عارف ان ان الصح حتى لو ما اتخدش بيتوصق اه وعلى ان يعمله اهو ده الصح هو دول ان يعمله عشان لما ييجي حد لا ده الصح وهم حاجة في الموضوع ده التلاتة استام دول تمام صحيحة غير صحيحة صحيحة حفظ الشكوى تمام شوفولنا بقى ايه الصحيف ده طبعا انا ممكن اهديع للتحاد الكورة ولا اه اعتقد مش ه يعني مش هيعتموا بيها اه الصباح الجميل الصباح اه يعني همسات الصباح بتقول صباح همس اه يعني بص في مبدأ في مبدأ كان جميل كده ساعات لما تشتغل مع ناس لطيفة اه قلت لما تروح لهم الصباح يقولك ها اه هنعمل ايه النهاردة يعني انت ممكن تبعت دي مثلا في اتحاد الكورة لحد مهم في بعت لك قولك الناسام الصباحي رده لا ده انا بعت كتير اه جمعة مباركة اه يعني اه يعني يعني حتى الشكوى بتاعتنا بتاعت ان الموضوع مزور بعته ل يعني حبيبي وليد العطار على فكرة تربطني علاقة بيه كويسة جدا وليد من الناس الجميلة اه هزا كشغل او كشخصية لا كشخصية اه اوكي كشخصية انا بك اقول لي جميلة كشغل بقى انا بالنسبالي بالنسبالي للشغل ابعتلك على فكرة ترد علي وتقول لي تقول لي لا لا عادي انا بقى مش انا حر على فكرة تاني زي قصة اللايحة يا حاج عامر تقول لي ده النظام وانا همشي وانا هتمر الفاتوان وانا عادي يا ده على فكرة ده نغلب من الغلب اه انما مش حينفع مش حينفع تقول لي هو كده وعلى فكرة احنا مشين بالليحة طيب انا انا وقتي ببقى ليه سبعة دقايه او سبعة دقايه فوقتي بيجري انت اكتر حد الناس بتقول ابدحك على نادي الزمالك فعادي زياد كمال نادي الزمالك ما يدحكش عليه في وجود بس ما يوقعش الله الشواطر لا 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 انا كلنا بنقع في حياتي لا 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 على فكرة انا في موقف في حياتي بعد قولي هيا تعدت عليها ازاي دي لا بص بص يا محمد بيه بص عشان اريحك ده انت واخد مئة الف دولار اهو مئة الف دولار اهو واخد مئة الف دولار ده انت كل يوم بتاخد فلوس من الزمالك طب الوات ما بلعبش ايه المشكلة مين ما بلعبش بيلعب وهيلعب بدم حد يعمل العرب 30 مليون جنيه ملت بيقوا بك انا 30 مليون جنيه في سنتين ونص في سنتين ونص وحسست انهم طب انا عايز اقول لك على حاج محمد حمدي محمد حمدي عندي لول باكليفتة عندي اه محمد حمدي انا عايزين اطلعوا اه بره يعني قلنا لا يطلع بره ممكن لا طلعوا بنفس النظام ده اعارة كده ماشي يطلع بره لانما في مصر اعارة ب30 مليون جنيه طبعا ليه يا فنش ليه ليه ما شفت ملأ ما شفت مصر محمد بيق ما شفتاش قبل كده دي حاجة وانها حاجة وحشة دي حاجة تاني اما الناس بتقولك لو باعوا يعني الزمالك كان باعوا بكيام لما اعارة بكل مليون انا مقيم زياد كمال ب60 مليون جنيه قلتك الزمالك كده لا ما قلتش كده انا ده تخيين تبس اول هو الزمالك لما جاي جاي اصلا على الاعارة لا انا ما كان راجل كان عايزين يشتروه لا ان احنا هتبقى مطالبه عالية وزمالك محتاجه فالناس فكروا تفكير فعلا محترف طب انا اسأل السؤال خمسة عشرة خمستاشر ده ترتيب الفلوس اول سنة خم 6 شهور يعني تاني سنة عشرة ثلاث سنة خمستاشر خلي بالك انا عايز اقولك الحاجة ايمن بعمل اقولك ليه ما انت بتاع بتروليك لا 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 انا بتاع بيزنس ارقام بنسبالكم معلش يا محمد بيه هي الخمستاشر مليون اللي حالك شايفهم السنة دي هتشوفهم كمان سنتين ايه ايه لو اللعب ضرب معايا لو اللعب ضرب معاك الخمستاشر مليون دول ولا حاجة ايه بس ما دربش هي هو هو مش فيه نوادي بتجيب لعيبة وانا واحد منهم وما بعملوش حاجة وارد بس ليه ليه ما قلتش مثلا ايه زمالك ويندو اعلى شوية ربما لان انت من ضمن الحاجات ان هو انت ليك حق انت اللي تصفره لا 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 او تنقله نادي تاني انقله نادي تاني بس مش جوه مصر بره مصر والزمالك على فكرة ليه نسبة اه ليه نسبة بس حضرتك اللي ليك القرار اه في السنتين ونص اه طبعا بس بره مصر جوه مصر الزمالك مشارك لكن دوني رجوع للزمالك اه بره مصر يعني مثلا في نهاية الموسم ده هنفطار النادي سعودة هياخده اه مثلا بأكس اه هلك تاخد القرار تقولي النادي سعودة اوكي خلاص مشي بالزمالك اه ليه اللاعب ولا لسه مخدش فرصته لسه مخدش فرصته ياه ياه عرى سنتين ونصف كل يوم لي تمن سنتين ومعليش معليش بس على فكرة اذا اشتغل وزياد كواليتي فعلا متميزة مش كورة مش الكلام اللي انا بقوله طبعا انا معرفش بذي بقولك التقارير اللي بتجي لو لاي اللي جي طلب منك لعيبزة محمد حمدي توافق ولا ولا انت رافض لا انا رافض محمد حمدي ونادر احمد نادر حواشم الاول يعني وبعدين اتفاقياتي على محمد حمدي واحمد نادر حواشم عالية مديش تاخد حتة من عندي وقفة كده في جمده وعيزة وفيس قوله ياه انت طلب ارقام كبيرة مش طلب ارقام كبيرة محمد حمدي واحمد نادر واحمد جمال في في مجموعة كده عندنا دول الناس اللي احنا نفسنا نطلحهم بره ونمركت عليهم ونسبة تاني الايدنتيلي بتاعت امبي خلي بالك نادي امبي بينافس اه في الدولي مش بينافس على الدولي بينافس جوه الدولي انما ازعم ان نادي امبي من الاندية القليلة اللي ما يكن الاوحد اللي عنده فعلا صناعة كرة صناعة الكرة بكل معانيه طب يعني يعني نسلا انه قولي الالي والزمالك زي حتى فكر محمد حمدي او احمد نادر حواش او النحاس او الناس دي ما تروحوش امبي يعني اه ده موضوع هيبقى مستحيل ولا صعب ما هو المستحيل عندي صعب لان انا صعب اصلا اه كلي بالك انا شخصية مشعيجة جدا اه بيقولك رأي يقولك هادف خلص الموضوع من الزمالك اه شفت بقى بالصد يعني كل ما تفكر فيك لعب بك مبسوط انه قف لعب في المنتخب جدا ده ده بتمركته كده اه طبعا هو مقبول يعني انت حالياك بتفكر في المعروض للبيع يعني في ناية الموضوع طبعا اوفها من الناس اللي طبعوا معروضة للبيع اه معروضة للبيع بس داخلين او خارجي داخلين او خارجيين او بس يعني غالبا هيبقى خارجيين هتطلب رقم كبير ها يعني اعتقد اعتقد ان احنا هنطرق تطرقمك ليه جام مثلا يعني لا مش عارف خلي بالك وفقا لاحتياجات اللي برة اعرف اشوف السعر ايه وايه المتعب يعني لو جينة دي هنا قالك هاخده بتلاتين مليون جنيه لا طبعا لا 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 انا مقولتش لا اه انا قلت لا وانا سمعتها لا طبعا لا طبعا انا قلت لا طبعا مقولتش لا ده تأكيد اللا اه ده لأ طبعا دي تؤكد اللا ايوة اللي هو نفي نفي ازبات اه اه ايه الدنيا مشت في اين بالدرجة يعني خلاص الفلوس جريت خامس خامس وعملت البالانس ولا عملت البالانس والموضوع اصله خلاص لا 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 الموضوع اصله والموضوع بسيط ايه حضرتك الدوري المصري بيعاني من المهاجمين مفيش مهاجمين مصريين اه ولا فيه قليل اللي هو يعني تقول عليه مهاجم بارز يعني صح يعني في ثلاثة فانت عندك واحد عندي واحد من اربعة صح طب خلاص لما جاي بيعوا بيعوا برقم كم انا حرف طب تقييمك مثلا كم لا اه يعني انا بدي الحضارك يعني زي 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 جون ابوك زي جون ابوك لما جينا اتكلمنا زمان وقلتلهم تلاتين مليون وقالو لي لا ما انا باعته اه وبالتلاتين وبالتلاتين لسيراميك اه وعلى فكرة ولما جوم قالولي خلاص ده كمان خمس تشهر يطلع فري يطلع فري على فكرة يطلع فري بالنسبالي احسن مبيعه باقل من ثمنه اللي انا حططهله بخمسة مليون لان الفري بالنسبالي انا عرف اعالجه مدت اربع سنين ده اضارة بقى وخدت اللي انا عايزه منه ومش مش سيطلع كده عادي فمصر بقى لا بمبدأ اللي يجي لا ما فيش حاجة اسمه اللي يجي منه حسن منه يعني افك يا مصر لا لا انا بدي انا شابانة عندي نايدي مسلا عايز اشتري لا شابانة لا خلاص قفة بكرة عنك خمسين مسلا لا والله مش مقرر يا رقم خمسين ما بيشدكش لا يعني لما جولك هشيري اللي عبدأ لا خلي بالك ممكن ممكن قفة ده نهاية الموسم ألاقي نادي محتاجه فعلا ونادي بينافس ونادي حيبقى فيه ترجت كبير جدا ابتدي عقود ابيعه واشتري معا لا رقم خمسين ما بيشدكش لا رقم خمسين بيشديني ورقم تلاتين بيشديني ورقم اربعين بيشديني اذا دربين مليون انما خلي بالك برضو الاسعار والارقام محمد بيه بقت غريبة برضو زي ايه ده بروديكت معلش يعني هو نفس قصة فلازم انا قسير لما تيجي حضرتك النهاردة بتيجي تجيب مفتر دي يعني بتتفق مع شركة بتعمل لبس للقطاع للناشئين الحاجات كلها ضربت فاربعة عادي احنا كده لازم اخت احنا سعداء بحضرتك وتشرفت بيك وتاني بشكرك جدا احنا لازم يكون لنا لقاءات كثيرة والله شرف لها بس يعني انا بشكرك جدا على تحديدا الموقف بتاع البرنامج بقيادة حضرتك على القصة بتاعت الولد ده انا باشكرك على اصرارك على اظهار الحقائق ده ده احد اهم ادوانا هنبرز الحقيق يعني وانا عايز برضو احنا قاعدين اوجه رسالة كاميرا هتا عدت لولادي 2003 انا عملت كل حاجة عشان اجيب حققه ومش حسيب حققه مش علشان البطولة علشان انتو ناس النجوم وشقيتو وربنا هيحسبني ازا ما جبتش حققه تمام وازا ازا ما عرفناش نجيب الحقوق دي وحد يجي كلمكو بعد كده على الاحتراف ما تصدقهوش لان الاحتراف اصله العدل قولا سابت مش عارف غيره تمام ايمن بش ريه انا سعيد جدا ونلتقي ان شاء الله قريبا مرة اخرى على الهوى ان شاء الله يا حبيب بإذن الله ان شاء الله للقاء قريب ان شاء الله سعيدة هي احنا كده يعني وصلنا لنهاية الحلقة استمتعت بهذه الفقرة واعتقد فقرة يعني كلها الصدق ومعلومات واضحة وانا بشكل طبعا ايمن بش ريه على الهدية اللي اديها دي هذه الوثيقة اللي بتؤكد التزوير الذي حدث وللأسف حفظه تحد الكورة يعني حفظ الشكوى دي ان شاء الله بكرة في تمام الهدية عشر مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس لاللقاء اشتركوا في القناة